نرجع معكم مشاهدينا من تابع لقاءتنا لليوم بلقاءنا التالي معنا دكتور لقمان محيو حضرتك مدير المكتبات بالجامعة الأمريكية ببيروت رح نحكي سواء عن مشروع بناء محتويات كتب عربية رح تصير أونلاين ورح نحكي أكتر عن المشروع أهلا وسهلا فيكم بداية بمجرد ما حضرتك مدير للمكتبات قد تحس طالبين العلم عم بيكونوا بكمية كتير كبيرة ونحنا منعرف أنه جاي معتكم عم بيقصدوا كل طلاب الماسترز والبي اتش دي تحتى يتسقفوا أكتر عن كتب يمكن مش موجودة باللبنين فخبرنا عن واقع المكتبة والفكرة تحتى تكون أونلاين كيف طلعتوا فيها الواقع أنه عدد الطلاب والزائرين اللي عميروا على مكتبات الجامعة الأمريكية ببيروت في تجايد مستمر مع العلم أنه المصادر الإلكترونية كمان عم بتزيد واللي بيقدروا الطلاب والباحثين يشوفوها من بيوتهم من مكاتبهم بس مع ذلك بتحسي أنه لا بيحبوا يجوا على المكتبة ويستعملوا المكتبة ومصادر الموجودة بالمكتبة والإلكترونية داخل مبنى المكتبة بدل ما يكونوا بالبيت فكرة أنه تكون أكيد محتويات كتير وكتب كتير تصير موجودة أونلاين أداة هي مشجعة كيف طلعتوا فيها بالبداية؟ صراحة الفكرة إجت من مكتبات جامعة نيويورك نعم طلعوا بالفكرة وإجاههم مصاري من جامعة نيويورك أبو ضبي بس أكتشف الفكرة هي أنه نحط أكثر من مئة ألف مجلد كتب عربية منشورة قبل 1956 أونلاين ونتيحها لكل العالم تلميز بإحسين مين ما كان بيحب يطلع على هالكتب حيكونوا موجودين أونلاين بدون أي باسورد أو بدون أي مقابل على أي سايت بيطلعوا مفروض؟ هلأ هني هولي لأنه المصاري أجت من مؤسسة يشرك حيية من جامعة نيويورك أبو ضبي أعطونا المصاري لحتى نعملها نحطها لكتب ونتيحها للناس المشروع هلأ بلش اكتشفوا جامعة نيويورك أنه هني لحاله ما بيقدروا يقوموا بهيك مشروع بلشوا يسألوا الجامعة مثلا قبل معهم لحد هلأ قبل معهم جامعة كورنال جامعة برنستون جامعة كولمبيا هولي من أمريكا والجامعة الأمريكية ببيروت هي الوحيدة من براد شمال أمريكا أنه سألونا أنه إذا حابين نشاركم بهيك مشوه ولا لا كل واحد يأمن الكتب اللي موجودين عنده هي كتب قديمة وأكيد لكل شخص طالب البحث في يطلع أونلاين هلأ نقوا هني سنة ألف ما قبل 1956 حتى ما نتعرض لملاحقات قانونية بالنسبة لحقوق النشر وحقوق المؤلفين قدي ممكن تكون معتمدة كمراجع لكل الباحثين لأنه أوقات كمان بفضلوا أنه السنوات الجديدة هي اللي تكون موجودة ضمن البحث من أنه السنوات القديمة فقدي ممكن تكون مراجع معتمدة يعني بعنظم الكتب اللي حنرقمنها ونفوتها بهذا المشروع هي كتب تقريبا نادرة والجامعات اللي هلأ مشاركين بهذا المشروع كلها جامعات فيك تقولي معمرة فوق المئة سنة أعمارهم نادرة فينا نقول هالمجموعة اللي رحتكم كتير من الكتب أكيد نوادر وموجودة بعدد قليل من المكتبات بالعالم بلغة الإنجليزية رحتل ناشى كله عربي كله باللغة العربية حتى المكتبات الأمريكية عندها كتب قديمة عربية هو الفكرة أنه ينعمل مشروع بيشبه مشروع جوجل بوكس جوجل بوكس في ملايين الكتب هلأ موجودة أونلاين الناس فيها تشوفها بس معظمها بالإنجليزي والفرنسي والألماني العربي كتير قليل فيها في شح باللغة العربية لكل الأبحاث مش عم تتذيرك أكيد هنا نقول الجامعة الأمريكية ببيروت لأنه جامعة نيويورك والمشاركين من أمريكا اكتشفوا أنه عدد الكتب المنشورة قبل الـ 56 بمكتباتهم أقل من الكتب الموجودة عندنا بالجامعة الأمريكية ببيروت بقى كتير مبسطة بس ما نحن وفقنا أنه ندخل بهيك مشروع معهم ومضينا العقد بس من أسبوعين أدى بتكون وقت حتى يكونوا هالكتب نشروا جهزين أنه الواحد يستعملون كماراجع ثلاث سنين بدأ ثلاث سنين والمشروع بلش من سنتين بس خلال هالسنتين صار فيه مثل مباحثات ومداولات وتراينينج هلأ هنا نقونا كمان مش بس لأنه عنا كتب كتير بس لأنه عنا كمان الكادر اللازم لحتى يقدر يقوم بهيك مشروع عنا الأكوبمنت معدات البيجيتزيشن ومختبرات البيجيتزيشن معروف أنه بلبنان وما أعرف إذا بالعالم العربي الأهم كمكتبة ولا كيف ترتيبه الممكن يجول مكتبات الجامعة الأمريكية ببيروت يعتبروا من أهم مكتبات الأكاديمية بالعالم العربي أدي هيدا الشي رح يكون هيك يزيد للكون يزيد للمكتبة ولما تكون هالأدي يعني خلينا نقول فاتحة للجميع تحتى حيالة شخص مثل ما ذكرت من دون باسورد من دون حتى أنه يكون في عنده أي مشكلة تحتى يحصلها على هالمراجع فيه يعمل داونلود فيه يعمل برينت فيه يستفيد من هالكتب أكيد حيقدروا يقروا الكتب كلها من من أول صفحة لآخر صفحة وعطول رح تدال موجودة وعطول رح تدال موجودة على الويب سايت طبعا كل مؤسسات المشاركين حاليا خمسة ومن ما بدوا بيقدر يقرأ هالكتب ممكن كتير نخليهم يعملوا برينتين بس ما بتخيل حنخليهم يعملوا داونلودين أوكي بيستفيدوا من البارت ياللي هنبي حاجة لقلو هون إذا بدنا نحكي أكتر تنقية الكتب بس برح يكون على أساس السنين ولا على أساس مواضيع معينة على أساس يمكن مشاكل بمواضيع معينة هنبي لقوا عنا شيء أكثر هذا سؤال كتير مهم ما في رستركشن يعني حنغطي كل المواضيع جميع الكتب الموجودة في المكتبات هالخمسة بارتنرز حاليا وممكن كتير أو بالأحراب الأكيد حنزيد مؤسسات تانية بالمستقبل إن شاء الله وانا يعني اي ركومندد انه نفوت يو اسجي بهذا المشروع وإن شاء الله بفوتوا معنا كمان بهذا المشروع لأنه مكتبتهم كمان غني كتير بالكتب القديمة بالعربي بس دكتور فيه يمكن هيك مراجع أو قات بتكون مخفية ببيوت معينة صح الواحد بحب بس ما بيعرف كيف بدوا ينشرها فيه طريقة معينة يحافظ على هالمراجع وها الكتب وتنشروها بطريقتكم الخاصة يتوجهوا لقلكم عندكم مشكلة أو الكتب القديمة كلها كمان بتفتحوا المجال أنه يكونوا عم ينشروا عبر السايد أكيد أصلا نحن وأنا أكيد مكتبات تانية باللبنان وبجميع دول العالم بيجينا كتير هدايا من أشخاص من عائلات من مؤسسات وعادة بننبسط كتير من هالكتب اللي بتجينا هبات من الأشخاص والعائلات لأنه الكتب اللي عادة بيكونوا موجودين عنهم بيكونوا كمان نوادر صحيح لأنه باللغة العربية في يطال عندهم فيهم يحافظوا عليها بس أكيد تستفيدوا منها وبيستفيد منها عدد كبير من الأشخاص بيعطونا كابي من عملها ديجيتزيات شنو منرجع لهم إياها هلأ صار فيه الأشخاص يستفيدون سوريا ولا بعد لا بعد فإذا ما نخر ثلاث سنين مفروض سنة سنة بخلال سنة منبلش نحط تقريبا عشرين تلاتين ألف كتاب وبعدين منكمل يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله دايما كمان هيك يكون في عنا سايتز تحت تساعد لكتار من الأشخاص اللي عبي يعملوا أبحاث تفضل بشوف تحت تختب بختم بأنه الخبرة اللي حنكتسبة من خلال هذا المشروع إن شاء الله منساعد المؤسسات الأكاديمية والبحثية باللبنان نشاركهم بهالخبرة اللي اكتسبناها إن كان تاكنيكل ولا هومن ريسورس يعطيك ألف عافية أهلا سهلا فيك دكتور مرسي لعين لك مشاهدينا رح ننتقل ودايما تحية إجلال للجيش اللبناني مع هالكليب ونرجع من تابع لقاءتنا من يوم جديد